قرون عديدة وهذه السهول تشهد تناسل سكانها محتفظين بثقافتهم وديانتهم تتغير الحكومات وتنقلب الموازين وسهل نينوى كما هو يمتاز بنسيجه الاجتماعي وتعايش السلمي لسكانه لكن عيون الطامع الإيراني ظلت تتربص بهذا السهل ذي المكانة الاستراتيجية والتاريخية إلى أن سنحت لها الفرصة مستفيدة من انهيار العراق بفعل الغزو الأمريكي وتحوله إلى ساحة صراعات وبذريعة الحرب على تنظيم الدولة استباحت ميليشيات الحشد سهل نينوى قتلا وتهجيرا ونهبا واستيطانا ضمن خطة تغيير ديمغرافي مستمرة منذ سنوات دون رادع دولي أو محلي يشهد سهل نينوى سلسلة مشاكل لا تنتهي فإلى جانب الصراع الإيراني الأمريكي على المنطقة هناك صراع الميليشيات فيما بينها وكذلك هناك صراع رجال الكنيسة مع ميليشيا بابليون وللسنة الرابعة على التوالي لم تشهد المنطقة أي احتفالات للمكون المسيحي بأعياده لانحسار حرياته بسبب السلاح المنفلت والعصابات الطائفية التي تسيطر على سهل نينوى فضلا عن تراجع أعداد المسيحيين فيه فبعد أن كانوا يصلون إلى مليون لم يبق منهم إلى الآن سوى بضعة آلاف كما تقول بعض المصادر المحلية ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي وميليشيا الشبك التابعة لوعد القد أكثر عصابتين ارتكبتا جرائم إنسانية واقتصادية في سهل نينوى حيث يسعى الحشد الشبكي إلى الاستحواذ على المناصب والمكاسب والأراضي والمال والسلاح بدعم إيراني ويشترك معهم قائد ميليشيا بابليون ريان الكلداني الذي يستولي هو الآخر على أملاك أهله وأخوته في الديانة أما بالنسبة لميليشيا العصائب فهي عراب كل تلك الميليشيات وإليها ترجع النسبة الأكبر من الأموال المنهوبة وهي متعهد مشروع التغيير الديمغرافي منبع أقدم حضارات البشرية صار منبعا لصراعات لن تنتهي طالما يغذيها خطاب طائفي حاقد يرعاه النظام الإيراني ترجمة نانسي قنقر